إذن إتمار بنكفير وزير الأمن القومي طالب بن يمين نتنياهو بالمضي قدما بعملية رفح فورا وقال بأنه لا يمكن السكوت على استمرار هكذا عمليات دون أن يكون هناك رد إسرائيلي وبالتالي محاولة من إتمار بنكفير لإفشال الصفقة تحت عنوان العملية التي حدفت برفح قبلها كان هناك تصريحات وزيرة الإسطيطان الإسرائيلي التي تحدفت بنفس الإطار بأنه يجب أن يكون هناك تقدم باتجاه عملية رفح بن يمين نتنياهو الذي أيضا أعلن بأنه لن يتم القبول بأي صفقة تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب وإخراج الجيش الإسرائيلي لأن ذلك سوف يعتبر استسلاما الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا قال فيه بأن قوة عسكرية تابعة له بالقرب من معبر كرم أبو سلم تعرضت إلى إطلاق وابل من القفائف الهاون وبعد ذلك كان هناك إطلاق نار باتجاه القوات التي حاولت الوصول إلى ذلك الموقع وقد أصيب عشرة إسرائيليين من الجنود بطبيعة الحال وصفت ثلاثة إصابات بأنها خطيرة جدا بعض المصادر تحدثت عن قتله ولكن نحن بانتظار أن يكون هناك تصريح رسمي بهذا الإطار بعد قليل سوف يبدأ الاجتماع الخاص به كبنة الحرب الإسرائيلي وطبعا هناك مداولات حول الصفقة مجريات الصفقة ما الذي يجب قبوله كيف تتم عملية التفاوض لغاية الآن هذا المجلس منقسم على فاته جزء منه يؤيد أن يكون هناك صفقة ممافرة طبعا بجادي أيزينكوت وبني جانس وهناك من يعارضها في الصفقة وبطبيعة الحال بين يمين نتنيا وأنصار اليمين المتطرف لكن هل التضحي إذا ما كان سيكون هناك تأثير مباشر على سير هذه المفاوضات بالنسبة للجانب الإسرائيلي عملية كرم أبو سالم كل العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر لغاية الآن هي مستمرة بغض النظر كانت في الجنوب في الوسط أو في الشمال لم تنتهي الحرب نحن الآن لسنا في وقف إطلاق النار ومن غير المتوقع حتى بأن الجانب الإسرائيلي قد أوقف عملياته في منطقة قطاع غزة ولا المقاومة الفلسطينية أوقفت الضربات ومحاولة استهداف الجنود الإسرائيليين سواء في داخل قطاع غزة أو حتى في محاولة إطلاق الصواريخ الفلسطينية وبالتالي هذه العملية ليس من الضرورة بأنها تؤثر ولكن إذا كانت هذه العملية هي العنوان الذي يمكن للجانب الإسرائيلي المعارض للصفقة استغلاله فطبعا سوف يتم استغلاله والقول أنظروا إلى تلك المنطقة التي سوف نتركها دون اشتياحة ماذا يفعل المقاتل الفلسطيني ضد قواتنا المرابضة على بعد أقل من ثلاثة كيلومتر من تلك المنطقة وبالتالي يجب شن هذه العملية العسكرية أما إذا كانت هناك رغبة حقيقية إسرائيلية بهذه الصفقة وهذا لغاية الآن لم نسمعوا لغاية الآن بشكل واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية أو كابنت الحرب أو يعني مجلس الحرب أو الكابنت الأمن الإسرائيلي مع ذلك لا يمكن القول بأن المفاوضات فشلت ولا يمكن القول بأن الأمور انتهت قبل ساعتين من الآن تم الإعاز من قبل نتنياهو نفسه بأن يتم إرسال الوفد ولكن الوفد الإسرائيلي سوف يكون بصلاحيات أوسع والحديث حول التفاصيل بشكل دقيق مع أن نتنياهو خلال ليلة أمس أصدر بيانات مستقلة تحت عنوان مصدر سياسي والذي أشار بأن لا يمكن القبول بهذه الصفقة حماس سوف ترفض هذه الصفقة وبالتالي هو يحاول وضع العصف دوليب الوسطاء الذين يحاولون التوصل إلى هذه الصفقة الأمور لغاية الآن مشتبكة وصراعة ليس بين المفاوضين مع إسرائيل ولكن في إسرائيل في داخلها هناك إشكالية يعني حماس واضحة المسطاء واضحون هذا هو المطروح على الطاولة الجانب الإسرائيلي هو الذي يراوغ أو الذي يمكن أن نختلق كل الأزمة الداخلية وصدرها إلى الإعلام الإسرائيلي للقول بأن هناك مشاكل داخلية في نهاية المطاف لغاية الآن نحن لم نرى أي تصريح واضح من قبل نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية التي يؤكد أو ينفي الذهاب إلى صفقة نتنياهو وضع شرطا جزائيا وهو العودة إلى المعركة العسكرية بعد انتهاء حتى المرحلة الأولى من الصفقة وهي ستة أسابيع وهذا الأساس الذي وطعه نتنياهو بأنه لا يمكن القبول بإيقاف الحرب حماس في المقابل قالت بأن حصلت على ضمنات أو على تفاهمات بأن هذه الصفقة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي الآن بغض النظر ماذا تفكر حماس وماذا يفكر الجانب الإسرائيلي الوسطاء الذين في القائرة يحاولون أن يتوصلوا إلى حل لأن هذا الحل كان مفترض أن يكون منذ أربعة أيام وهو يؤجل ويؤجل ويؤجل ولغاية الآن لم يتم توصل إلى الورقة النهائية حتى الورقة التي ذهبت بها حماس إلى قطر تفاوضت فيها رجعت إلى القاهرة تم إرسالها إلى جانب الإسرائيل قال لم نستلم هذه الورقة هذا كل جزء من لعبة السياسة بل لعبة التفاوض شكرا جزيلا أحمد البوديري مرسل غد كنت معنا من القدس المحتلة